واحد من أحسن التمرين لعضلات البطن كلها وعضلات البطن السفلية خصوصاً لكن علشان تستفاد من التمرين بطريقة صحيحة لازم تتمرنه بأداء صحيح أول رول معايا هو أن الكوع بتاعك يكون متني بالشكل ده ومش مفروض عشان بيقصرش على مفصل الكوع ويقصر كمان على مفصل الكتف وما تكونش مرتاح في التمرين فتوقف التمرين أهم حاجة أن رجلك تكون متنية بالشكل ده علشان ما تخليش عضلات الرجل بتاعتك شغلة ويحصل فيها فيبدأ رجلك توجعك وتوقف التمرين ثالث حاجة والقاعدة الأهم واللي أنا أشرحها بالتفصيل أن بتاعك لازم يتحرك بالشكل ده علشان يحصل بتاعك فيبدأ عضلات البطن تشتغل ليه بقولي الكلام ده علشان نشوف التشريح قدامنا ونقرر إيه المتحكم في رفع الرجل؟ هل هو عضلات البطن؟ لا مش عضلات البطن طب إيه المتحكم هي إليابسوس؟ عضلات الإليابسوس هي المتحكمة في رفع الرجل إنها بتكون متصلة بعضمة الفيمر وكمان متصلة بالعمود الفقري دي كده تبع عضلات مساعدة لاستقرار العمود الفقري ورفع الرجل نخش بقى في النقطة الأهم هو أن هل هم دول المسؤولين على بالنسبة لعضلات البطن؟ لا المسؤول هو لان لما بتبقى تعمل هو ده اللي بيشغل معي عضلات البطن مش انك تتنى رجليك وتطلحها لو حركت رجلك بالشكل ده ده معناه ان عضلات البطن هي عضلة مساعدة او لكن لو انت حركت بتاعتك بالشكل ده او حركت الوسط بتاعك بالشكل ده ده معناه ان عضلات البطن اشتغلت 100% وفي نهاية الفيديو ما تسنساش تعملي لايك وشيرلي الفيديو ده عشان نساعد اكبر عدد منكم من الناس مش خسارة فيها